ايه ابرز الحاجات اللي في التوصيات وبالتالي هي دلوقتي على طاولة الحكومة علشان يقوم؟ يمكن اهم حاجة في التوصيات ويمكن ودي جات فيه بيان السيد الرئيس انه ما تتحولش الاجراء الاحترازي الى عقوبة يعني هنا كان فيه البعض ممكن يعدي عليه اكتر من سنة او اكتر من شهور في قضية محددة هنا محتاجين من الجهد بقى القضائي والجهد التشريعي انه لا تتحول في حد ذاتها الى عقوبة فبالتالي هنا نحدد بقى عدد من الجرائم مثلا او نحدد عدد من المدد مثلا تبقى لا تتجاوز انه يبقى فيه تدريبات اكتر للمنفس القانون السادة وكلاء النيابة والسادة القضاء في مسألة علاقة ما بين تنفيذ القانون وحقوق الانسان ودي كثير من القضاء في مصر بيبقوا مهتمين بها في الحقيقة لانه ده ما صار احنا ماشيين فيه بقالنا فترة وبقى عندنا بالفعل يعني تراث قانوني كده وتشريعي بيحترم حقوق الانسان على مدار السنوات الماضية في كثير من القضايا فبينضم لها دلوقتي الحبس الاحتياطي وهنا انت بتتكلم على يعني مشهد وليه انا كنت بقول تاريخي لانه هو مشهد فيه احترام شديد جدا لمسألة حقوق الانسان وان انت بتتعامل معها باعتبرها جزء من عملية بناء الانسان المصري اللي هي بتجري الان واللي ربما الحكومة مهتمية بيها انه حقوق الانسان وتوفرها في المجتمع والاهتمام بيها بهذا الشكل جزء من عملية جودة الحياة اللي بتقدمها للمواطن ان انت عندك المواطن في مصر المواطن في الجمهورية الجديدة بقى ما عنده حقوق زي وزي اي دولة كبرى في العالم يعني او على المسار او على الطريق ده لانه في الحقيقة ولو نتكلم على الحبس الاحتياطي المشكلة بس ما كانتش موجودة في مصر اللي يشوف مثلا التحقيقات في فرنسا في المانيا بعد الحوادث الارهابية اللي كانت موجودة في السنوات الماضية سيجد انه نفس هذا الاشكال كان بيواجه السلطات الفرنسية احنا مش بنلغيه بس بنعدل في اجراءاته وفي الياته اكيد ما ندرش نلغيه هو الاجراء اعتراضي ده اجراء وقائي واحتراض اجراء وقائي لانه ده حق المجتمع لانه ربما يكون مدان وربما لا يكون مدان